السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. زلكم ما تجد عاملين ايه معكم اخوكم محمد يحيه زي منكم في كلية طب المنصورة دفعة اتنين وستين. نشوف مع بعض النهاردة بإذن الله. محاضرة الرابعة في المايكرو بايولوجي. استكمالا لمسرحية المناعة. نتكلم النهاردة عن حاجة قمة في الرواعة. هندخل اول مرة نشوفها. زي بيشتغلوا سوا. معبارة عن ايه? ازاي بقدر استفيد من حاجات موجودة في عدوي. زي بقدر اوصل لنقاط ضعفه. حاجات دي كلها واكتر ان شاء الله. نشوفها مع بعض في المحاضرة ديات بازن الله. طيب يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما وانفعناها بما علمتنا. وزيدنا مع علمها. جايين نشوف ايه النهاردة? جايين نعرف يعني ايه? يعني ايه? اذا من الاول كده حاجة جديدة. اه. بس تلاقيها قمة في البساطة انت مش محتاج تحفظ. موضوع عبارة عن مشهد. عبارة عن مصرحية. عبارة عن حتى احيانا صورة. انت بحتاج بس ان انت توص عليها وتفهمها. ونقدر نحن نريد انت فايقة ونفهم. الانتجنز. الانتجنز وانواعها. طيب. مع ذلك بتبين الاميونيجينيسيتي فاكتورز. الهوامل اللي بتأثر على تأثير الانتجن على المناعة. ايش اغل ريسبونس ولا لا. والانتجن بايندينج موليكيولز. المواد اللي بتمسك في الانتجنز. على ذلك هندفين الاميونو جلوبيولينز. اي كي اي. يعني اللي هي. اللي هي الانتي باديز. ان دير بروداكشن فورمز ستركشور ان ايزوتيبز. وكلامنا النهاردة اغلبه هيكون عن الانتي بادي. نعرفه ونعرف تصنيعه ونعرف اشكاله ونعرف تركيبه ونعرف انواعه. وبعد كده ننتقل للابليكيشن الحاجة العملية بتاعت النهاردة. خداية ما انا هتشوف الهايبريدو معه. والتطبيقات بتاعتها. طيب. خلونا نبدأ. اتبقى تكونوا متحمسين زي ما انا متحمس. اول حاجة الانتجن. يعني ايه انتجن? انتجن هو اي تقدر تلاحظه بالاميون سيستم. في ابسط من كده كنا عاملين نشوف بقى من يعني المحاضرات اللي فاتت انتجن انتجن انتجن. ايه ايه هو الانتجن? ايه يعني هو مش اي حاجة غريبة وخلاص. حتى ممكن يكون من جوة جسم. اي حاجة الاميون سيستم يقدر يتعرف عليها بنسميها انتجن. ممكن تكون حاجة بسيطة او معقدة. اي حاجة ممكنة. اي حاجة كهاز المناعة يقدر يتعرف عليها بنسميها انتجن. اتعرف عليها عن طريق حاجة اسمها والابيتوب هو بيكون جزء من الانتجن. اه. ها هو ذا. الابيتوب. هنا ده. وبيمسك فيه مثلا الانتي بادي. عن طريق جزء على طرفه بنسميه الابيتوب. طيب. يعني الانتجن بيكون ليه حاجة على طرفه بنسميها ايه? بنسميها الابيتوب. ايه بقى مدور الابيتوب? والله ده من الانتجن. اصغر بزء من الانتجن. وده هو اللي بيمسك في الريسبتر بتاع البي سل. زي مثلا الانتي بادي. الانتي بادي اشتغلك بي سل ريسبتر. وهو برضو اللي بيمسك في التي سل ريسبتر. لما باجي مسلا على سي دي فور. اقول لها يا سي دي فور. لقينا انتجن. هتقول لي انت مين? اروح لها انا الانتجن بزينتنج سل. وادي الام اتج سي كلاس تو بتاعي. ادي الكرنيب بتاعي. وهتلاقي على الام اتج سي كلاس تو هتلاقي الانتجن اللي انا بقول لحضرتك عليه يا فانت. وهي هتلاقي. اتعرف اتضغط يمسكيه عن طريق بتاعه. وبرحمة لها كده الانتجن على الام اتج سي كلاس تو. ومن ناحيتها بيكون اللي هي بتمسك فيه بالتي سل ريسبتر. طيب. ده بالنسبة للانتجن والابيتوب باختصار. ايه انواع الانتجن? والله يبن صلفهم وفقا للاميون ريسبونس اللي هم بيعملوه الى. يعني تصنيفة الجاية دي. التأسيم الجاية ديت. وفقا لايه? وفقا لايه? وفقا لايه. هيعملوه ريسبونس لما يمسكوه في الريسبتر بتاع الاميون سيلس? ولا لا. اول حاجة الاميونو جنس. يعني اللي بيعملو اميون. يعني اللي بيعملو اميونيتي بيعملو ريسبونس. اميون ريسبونس. دول بيكونوا الارج انتجن. وليها ابيتوبس. بتمسك في ريسبتر وتانديوس الريسبونس. تاني. تكون لارج انتجنس. ليها ابيتوبس. تمسك في ريسبتر وتانديوس الريسبونس. يعني هي انتجنس مثالية. بسيطة وراقية. وحاجة كده مفيش اسهل من كده. تمام? دي احلى حاجة بالنسبة لي انا كهوست. لانا اقدر اتعامل معاه. انما دي بالنسبة هي ضعيفة. لا يفضل ان يكون الاجزاء بتاعته او بتاعته او بتاعته او بتاعته تكون كبيرة كده وتحفز لي المناعة بسهولة. هو بيكون بيحاول ان هو يستخبه. ان هو بالنسبة لي لا انا انا افرح لما لاقي ان بيشغل المناعة مش جاي كده مستخبي. طيب ده النوع الاول. يمسك في ريسبتر ويشغل عادي. تاني نوع الهابتنز. الهابتنز دي عبارة عن صغنة. عليها وكل حاجة. وبتيجي تمسك في الريسبتر. ولكن مش بتانديوس هي ديت الفارق بينها وبين هي بتمسك في الريسبتر عادي بس بيقول لها روح يلعب بعيد يا شطرة. صغيرة بقى. ايام مش مش بتحفز طيب دي مشكلة كده العيالة الصغيرة ديت هتقدر تدمر الجسم وهنا مش هعرف فهم الله حاجة. اه بنروح جاي بنلها حاجة اسمها كاريير. كاريير يمسك هزا هزا الهابتنز. يمسك اللي اتنفة بعض. ويكونولي كامل وكبير. يقدر ان هو ايه? يشغل المناعة. يقدر ان هو كان قالت ان هي كاريد مش كارير. علي. نبقى نعضلها بعضي. اف كاريد وانا كاريير ممكن تحفز. ثالث نوع التوليروجينز. يعني ايه توليروجينز? تسمعه عن التوليرانس. التوليرانس هو انك تثبت الحاجة. هو ان الحاجة ما تشتغلش. ان انت تعمل مش مش نوع من البلوك ولكن انت بتنصد ان انت في العادي بتحفزها بس دلوقتي ما عادش بتعمل حاجة. اه هو ده النوع التالت اللي هو انتجن بيمسك من غير ما يحفز اي ريسبونس. يا نهر ابيض ده خطير جدا جدا. اه بس انا هنا بكلمك عن السيلف انتجنز. اه ده شيء طبيعي. السيلف انتجنز ما ينفعش تكون ايميونتجنز. ما ينفعش ما ينفعش البروتينز بتاعتي انا. تحفز المناعة بتاعتي. الفوض الانتجنز بتاعتي او البروتينز بتاعتي كلها عموما. كل مكونات جسمي. زي مسلا الام اي جي كلاس وان. بتاع كل الخلايا الخلايا بتاعتي. لما تيجي تطلب منهم البطاقة لو صنحت الام اي جي كلاس وان بتاعتك. يعرضوا الام اي جي كلاس وان. يعني تتأكد هذه الخلية ان هي مش اه مش حاجة غريبة. فيحصل اشتغل اشتغل اه يعني هي مع عشان كده هي توليرجنز. ممكن يجي لي انتجنز من بره يكون توليرجن. اوه دي هي بخطر جدا جدا. لان المناعة مش تقدر تستجيب لي. طيب. اي دي فكرة اهي ان هو ده بيمسك في الانتي بادي عادي جدا. او بيمسك في الريسبتر عموما علي. ده 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 ما ينفعش نحنه نقول له انتي كامل! لانه هو انتي بادي نعم بيمسك فيه من ناحية واحد. ادي جي تمسك في الريسبتور عادي. انما الحابتن ما بيمسكش في الريسبتور بشكل كامل فهو جو جامسك في عادي. شو ما هيشتغل الريسبتر. هblemحتاج ب Ho water javlug con Dieter الموليكيول. يمسك في هاذا الحابتن. ولما يمسكوا الاتنين في الريسبتر الريسبتور بيشتغل. وبيحفز المناعة. فالانتيبوضي موليكيول can bind a haptin اللي هو الpartial antigen بيحصل ده إمتى once it has become a complete antigen لما تكمل عن طريق موليكيول أو عن طريق كارير موليكيول طيب إيه العامل اللي بتأثر على الاميونوجينيسيتي بتاعة هذا الانتجن يعني فيه antigenز تحفز المناعه بصورة كبيرة فيه antigenز يعني بالجاد خلايا ولا خليتين يلمحوها إيه بقى اللي بيأثر على دوت إيه اللي بيخلي الانتجنز معينة تحفز المناعه بصورة كبيرة جدا جدا وانتجنز ثانية الجسم ما يلحقش تعرف عليها اللي حاجة بسيطة جدا أول حاجة size حجم الانتجن البروتينات كلما كان حجمها أكبر خصوصا لو أكبر من 10.3 كيلو دالتون KD اختصار لكيلو دالتون يعني ألف دالتون طب إيه هو الدالتون الدالتون هي مقارنة وزن المادة وزن زرة هيدورجين واحدة طب تفرق معك في حاجة؟ والله أبدا هي وحدة قياس للكتلة وخلاص وحدة قياس لكتلة الموليكيول أو لحجم الموليكيول كلما كان الموليكيول أكبر كلما كان له مور إميونوجينيسيتي كلما كان مور إميونوجيليك بيحفز المناعة أكتر طب إيه العلاقة؟ العلاقة هتفهمها من تاني حاجة الكمبليكسيتي كلما كان معقد أكتر كلما كان بيحفز المناعة أكتر إزاي؟ وصيصيلي لما يكون معقد أكتر هتلاقي عليه إبيتوبس أكتر هو كبير له أشكال معقدة كده مثلا هو عامل لشكل ده كده ده شكل الأنتجم مثلا يعني تمام؟ فأنت شايف له إبيتوب يمين وإبيتوب شمال وكل حتة فيه 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 حاجات برزة صغيرة بتميزه وليها أشكال خاصة ومكونات خاصة فأنا بقدر أن أنا أحدد هذا الأنتجم بسهولة خلينا نشوف نقيضه واحد صغير وبسيط جدا على شكل دايرة مثلا أو على شكل مربع تمام؟ أو على شكل مستطيل يعني هل ده أنت هتقدر أن أنت تميزه؟ هتقدر أن أنت تعرفه هو أصلا صغير جدا 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 صعب أن أنت تلاحظ أن ده حاجة غريبة عن الجسم وكمان هو شكل بسيط ما فيهوش تصاصيل تميزه تخليني يعرف آه ده الفايروس الفلاني آه ده المايكروب الفلاني إنما كل ما كان أكبر كل ما كان أسهل كل ما كان معقد أكتر كل ما كان فيه إبيتوبس أكتر ومتنوعة أكتر فأنا هعمل له الانتماد الفلاني والفلاني 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 الموضوعي ببسيط بالنسبة لي تمام؟ فهو ألاقي مور نيومروس ومور دايفرس إبيتوبس وبالتالي مور إميونجيناسيتي كميل بعد ذلك بعد ذلك الكونفرميشن أو شكله والأسسيسبيلتي يعني إيه أسسيسبيلتي؟ يعني أشوفه أصلا ممكن يكون هو كبير وكمبليكس وكل حاجة بس هو مستخدم في مكان خلال المناعة ما تقدرش توصله يا فرحتي كده أنا مش هستفيد حاجة لا بالسعيز ولا كومبليكسيتي أنا مش هقدر وصله على سبيل المثال لا الحصر في عندنا لود سائل موجود جوه عدسة العين هذا السائل لو لو يعني لو واحد أصيب في عينه وهذا السائل نزل للتيشوز نزل للدم أي حاجة هذا السائل بيحفز المناعة بطريقة جنونية طيب هو ليه ما بيحفزش المناعة هو هو جوه العين لأنه ببساطة ما فيش حاجة وصلة للعين ما فيش أصلا يعني العين ما فيش ما فيش هنا علشان تقدر نقدر نقل لها خلايا المناعة فخلايا المناعة مش وصله مش شايفاه فلو في مثلا أو عدسة العين ساعتها مهما كانت كمبلكس مهما كانت كبيرة مش هقدر أنا أشوفها مش هقدر أنا أرسل لها الإبيتوبس باست بيسين عن طريق أو باي الإميون سيستيم طيب في رابع حاجة الكميكال بروبرتيز عارفين من المخضرات اللي فاتت أن التي دي بندنت اكتيفاشن للمناعة محتاجة بروتين المصار بتاع الانتجين تارد على الاميج سيكلاس 2 للسي دي فور عن طريق التي سي ري سابتور هتعمم على كل جهاز المناعة هجموا هذا الانتجين هذا المصار محتاج أن الانتجين يكون بروتين طيب لا هو مش بروتين خلاص أنت ما عندكش إلا مصار صغير جدا 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 التي الديبندنت اكتيفاشن وده ما بيشتغلش فيه إلا خلايا البي سيلز وده بيكون واحد في المية من شغل المناعة واحد في المية فقط فأنت عندك لا هو بروتين لا هو بروتين أنت شغل بالماكسمم باور بتاعتك فأنت هتقدر أنت تحاربه فبالتالي ديات بقى حط ينددك تحتها كل حاجة يعني كله كل حاجة البروتين هي أفضل صورة من بالنسبة لي طبعا كهوست أنا كجهاز مناعة عايز أحارب مبقاش أنه أفضل بالنسبة للمايكروب لا هو أفضل بالنسبة لي وأسوأ بالنسبة للمايكروب لأنه أنا هقضي عليه وفيه هنا ما نحوز صغير النمر بتقولك أن الأمانيو أسدز والهبتنز تركز بس على الأمانيو أسدز لوحدهم كده هما هماش إيميونوجينيك مش بيحفزوا المناعة من نفسهم لوحدهم لا نزمي بروتين كبير يعني ساعتك بتاكل لحمة بتاكل فلاش بتاكل فول بتاكل بسلة تاكل حاجات فيها بروتينز تتهضر في معددك أو في يعني في الانتستن بشكل عدق بتتهضر في الانتستن وبيحصل لها على صورة أمانيو أسد صغيرة مش بتحفز المناعة على النقيد أنا لو جبت شوية فول وضربتهم في الخلاط حطتهم في السرينجة وحققتهم لوحد هيجننوا المناعة ليه؟ لأنك حطتها على صورة كبيرة على صورة بروتين كبير نزل للمبنخة دخل الجسم والجسم مش قادر يتعرف عليه ده حاجة غريبة ده شيء غريب عن الجسم هتلاقي أن هتبدأ أنها تهاجموا بصورة جنونية ليه؟ بروتين غريب إنما لما يبعى صورة أمانيو أسد لا أنا عارف أنا عارف الأمانيو أسد دياتة عادية ما عنديش مشكلة معها كمان بتضفها أنها زغيرة جدا جدا وهو أصلا التلوانة لمحتها أنا عارف أنها هي ما عنديش مشكلة معها طيب بعد ذلك نرجع لأنواع الآن تنزول لك أنها نصنفها وفقا لحاجة تانية إحنا صنفناها وفقا لهل هي بتشغل مناعة ولا لأ قلنا كان عندنا هذه الإميونوجينز هنجي نقسمها تاني ولكن وفقا للرسبونس اللي هي بتعمله آه يعني إحنا قلنا هنصنفناه وفقا للي بيعملوا رسبونس ولا لأ دلوقتي هنصنفها وفقا للرسبونس اللي هي بتعمله عندك أنتجنز بتشغل تي سل اندبندنت اكتيفاشن أو تي سل اندبندنت أنتجنز ودي بساطة أي نوع من أنتجنز أي طيب أوف ناشي أوف أنتجنز كان اكتيفات البي سلز من غيره سعادة التي سلز مثل البوليساكرييدز مثل البوليساكرييدز اللي هو الكيروهيدر começou جميعنا نعرفين التي سل اندبندنت اكتيفاشن أو التي سل اندبندنت انتجنز والتي سل اندبندنت عن تي سلز تساعد hardly وavaitه واستخدم MutagF14 وتشجائها تيفتج في السايدوكاين وإنترليوكين فور وإنترليوكين 2 جميل جدا عرفينا الحسنا الليلة دي مثل ايه مثلا زي most proteins اغلب البروتين او اغلب البروتين انتجنز طبعا حسد انت تقول قاعدة ان هو كلها دي مش مش حاجة دخيقة اوي فما حبتش ان اقول كل البروتينات اللي اعمل اغلب البروتينات او اغلب البروتين انتجنز بتكون تي دي بندنت او تي سيل دي بندنت انتجنز او اغلب البروتين برضو مش عزين ننسى ان هي طالما بروتين من الجسم حصر في ميوتاشن حصر في اي تغير ده بيكون اه بيكون انتجن بيهاجموا الجسم وبيكون تي سيل دي بندنت باعتبار ان هو ايه بروتين طيب بعد ذلك الانتيبوديز او الاميونو جلوبيولين او الائي جي اي جي اتصار لي اميونو جلوبيولين what is this thing بكل بساطة اربع كلمات جلوبيولين ميديات في مر الاميونيتي او اه سوري اه ده جلايكو بروتين هو جلوبيولين في الحالة اه جلايكو بروتين ميديات في مر الاميونيتي يعني تحس ان هو حاجة كده بسيطة جدا بس باقيت المحاضرة يعين نتكلم عنه طيب اشديني شوية تفاصيل يتصنع ازاي او يتصنع فين والله في الليمف نودز الانتيجنز بتحفز البي ليمفوسايتز عادي جدا بمساعدة التي سلز والبي سلز بيحصل لها بروفريشن بيديد عددها وتتحول الى بلازما سلز وهذه البلازما سلز بتفرز هذه الانتيبوديز فدوت ما صار زي ما قلنا التربة بتعتمد على تي سلز يبقى دية تي دي بندت او جوه البون مارو انت هنا مش في الليمف نودز انت في البون مارو ماتيور بي سلز لسه نضيجة دلوقتي جاية تخرج عليها من برين باوند انتيبوديز يعني هي لسه بيحصل لها ماتيوريشن حصل لها جينيريشن وماتيوريشن وخارجة للدنيا لسه ما شفيتش انتجنز لسه ما صارتش حتى الليمف نودز هي خارج عليها انتيبوديز على الممبرين بتاعها جهزا طيب يا عم محمد وريني هذه الوريني هذه الممبرين باوند بروتينز او الممبرين باوند انتيبوديز هي دي بتكون موجودة على السيرفس بتاع البي سلز زي ما احنا شايفين هنا البي سل جات شاخت اي باثوجين انتيجن يعني او يعني هي البياثوجين تحت عليه انتيجن الانتيجن عليه ابيتوب اتمنى لو كنت قدر ننحش اغرب الكيرزر دلوقتي ولكن ما علينا البياثوجين اللي هو الاصفر عليه انتيجنز اللي البرتوقاني الانتيجنز طالع لها نتوقات اللي هي الابيتوبس طيب نرجع لموضوعنا الانتيبودي بيكون متعلق على البيسل او البيالينفوسايد نفسها جاهزة من قبل ما تقابل اي انتيجنز من قبل ما تقابل اي انتيجنز وهي عليها هذه الانتيبوديز منجرد ما شفت اي انتيجن تتحولت الى بلازما سيلز بصلها بروليفريشن بدأت انها تكون انتيبوديز كتير وهو دوت الاكتيبيشن بتاعه طيب دولنا نرجع لموضوعنا ففي البون مارو بتخرج هي اصلا عليها هنشوفهم بالتفصيل دلوقتي بازن الله طيب ايه اشكاله اشكاله ما هنستقلين اهو فيه بيكونوا على الممبرين بتاع البيالينفوسايدز ودول نعين اه اميونو جلوبيولين ام واميونو جلوبيولين دي دول نعين من الانتيبوديز هنشوف تفاصيلهم والانواع بتاعتكم بعد شوية دول بيشتغلوا كبيسل ريسابتور احنا قولنا ان البيسلز عليها ريسابتورز والتيسلز عليها ريسابتورز عندنا بي سي ار وعندنا تي سي ار اه هو دوت البيسل ريسابتور اصلا هو عبارة عن ايه عبارة عن اي جي ام و اي جي دي موجودين على السطح بتاع البيسل دوت بيينشيات البيسل ريسابتورز لما بيجي عليها انتجين ويمسك في هذا الانتيبودي وده يشوفنا في الصورة طيب الصورة التانية انه يكون في البلازما او في الميوكوزا او في الانترستيشي الفلويد الميوكوزا اللي هي زي ما شفنا في المحضرات اللي فاتت بتاع الجسم ممكن تكون في البلازما او في الميوكوزا او في الانترستيشي الفلويد بين الخلايا بديات الصور بتاعة الاماكي اللي ممكن نلاقي فيها الانتيبودي بعد ذلك بتاع الانتيبودي مماذا يتكون الانتيبودي بيكون من اتنين الطويل والدعم حطرتك ده من ايه مفروض ان هو يعني ماشي كده من اول دي معاك لحد اللي جوا دي دي بدل نسميها تكون من كل واحدة بتكون من اربع او خمس قطعة عندنا عندنا هما الدي ودي فانت عندك ادي هيفي تشين و ادي هيفي تشين ايدنتيك المتطبقين و اتنين هيفي تشين برضو متطبقين الاربع مع بعض سكين فبعد بين الهيفي والهيفي في دي سلفايد بوند طيب السمه اللي بقى انا شاف ان هما منتطبقين بتاعه. الفاريبل دومين اللي هو اللي باللون الاحمر اللي بيدي دوت. تمام? اه وان فاريبل دومين. وبقى انه على الفاريبل اتش هيفي. بنختصر هذا الفاريبل دومين اللي على الفاريبل هيفي. وبقتها ثلاثة او اربع دومين. احنا عندنا في السورة ديها الثلاثة ممكن يكونوا كمان اربعة. ادي واحد اتنين وادي الثلاث. طيب سميها بما انها دومين على الهيفي تشين. كونستانت سي هيفي اتش يبقى سي اتش. ادي سي اتش وان. سي اتش تو. سي اتش ثري. بالترتيب من ناحية الفاريبل. بالنسبة لللايت. لا هم اتنين بس. ادي واحد والتاني. واحد فاريبل لان نحن عندنا الحتة دي. والباقي دوت كونستانت. فذا جزء من وهو كونستانت سابت. الفاريبل هو اللي بيتغير بتغير الانتجين. يعني ده جزء الوحيد المتغير في الانتيباضي بيتغير باختلاف الانتجين. شان كده سميناها الفاريبل. عندك فيها فيها دومين ودومين واحد كونستانت. لايت جين. وان بايبل في ال بايبل لايت. وسي ال كونستانت لايت. طيب الاتنين الفاريبلز دول واحدة من على الهيبي واحدة من على الايت. كل واحدة بيكون عليها يعني كل بايبل دومين بيكون عليها تلاتة هايبر فاريبل ريجينز. تلات مناطق كده جمي بعض عليها من الطرف. بيكونوا يعني متنوعين جدا جدا جدا. بنسميهم ديترمينج ريبيتز. ديت اللي بتتغير بتبديل وتوافيق. عشان آآ تعملي اشكال كتير جدا 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 تناسب اي انتجين ايا كان شكله ايا كان حجمه ايا كان لونه. تمام? آآ بتيجي تمسك في بتاعه. عن طريق انها هيتغير تب شكلها وترتيبها هذه الفري هايبر فاريبل ريجينز. طيب. فذلك عايزين نقطعه بقى ونشوف كل حتة لوحدة. نتقسمته وماشي جميل. قطعه لي بقى. لو جيت قطعته من هنا كده. لان انا عندي فوق. آآ جزء اللي هو نفوض ان هو يمسك في الانتجين. وجزء كده ناحية تحت. الجزء اللي فوق دوت بنسميه الفاب اف اي بي. فرجمنت انتجين بايندينج. يعني البايندينج بالانتجين. هو فرجمنت. يعني قطعة بتعمل البايندينج على الانتجين. فيبقى ف اي بي فاب. اللي هو الجزء اللي فوق. هو الجزء اللي هو بيتكوى من الاجزاء الفاريبل. واول واحدة كونستنت في الهيبي واول واحدة كونستنت باللايت. صح كده. طيب. او الكونستنت تات لايت يعني هي اللايت كلها اصلا. احنا خدنا الفاب دوت بياخد اللايت كلها. والفاريبل بتاعت الهيبي واول واحدة كونستنت في الهيبي. طيب خلال نقرأ الكلام. هنلاقي هو هو. هزيه الفرجمنت انتجين بايندينج آآ آآ ريجل او الفاب. تكوى من اللايت كلها. والفاريبل هيبي. والكونستنت هيبي وون. اول واحدة في الكونستنت على الهيبي تشين. اللي هي دي. طيب. مضروية في اتنين في كل انتي بادي او في كل ليه? لان انت عندك فاب شمال وفاب يمين. ازلنا لما اكبرت صورة هنا شوية هنشوف رقب اتنين اهو. اهو احنا عندي عندي واحدة على الشمال واحدة على اليمين. ادي الفي لايت. ادي الكونستنت لايت لايت كلها. ادي الهايبي وادي الكونستنت هيبي نمبر واحد. وتحت بقى بتلاقي كونستنت هيبي تو كونستنت هيبي تري على الجزء التقلي. طيب. نرجع للسلايد كاملة. ايه بتاعت هذا الفاب? بكل بساطة بيبقى ان هو فراجمنت انتجين بايننج فهو بيعمل على الانتجين. ولكن محوظة مهمة جدا جدا جدا. هو ايه وظيفته اصلا? سوف تنواء يمسك بس طيب ايه حاجة ترتيجة امسك. الاصل والهدف بتاع اصلا من اول محاضرة كان ايه? الريكو جنيشن. الديسكريمينيشن. صح? الهدف من اليميونيتي او الوظيفة الاساسية للاميونيتي ان انا اتعرف على الحاجة الغريبة. فهي الاول لو تزيل بايندينج بس صرف الاول وبعد كده في الانتجين. عشان كده هي متغيرة باختلاق في الانتجين. طيب. تاني جزء اللي هو اللي تحت بسميه فراجمنت كريستال لاين. ليه كريستال لاين? لانه لما نيجي نكسره كده لما نيجي يحطه في محلول يكس يكسره من هنا كده. بيتحول الجزء دوت الى كريستالات. بيتابلور. تمام? تند تو كريستال لايز ان سوليوشن. طيب. بيتكون من ايه? بيتكون من باقي يعني الهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لايت. ودا واحدة هيفي وواحدة لايت. مضربين في اثنين يبقى عندك اثنين فاب. انما اللي تحت هو واحد اف سي. وان مضربين في واحد في كل انتيبادي. الواحد دوات بيجمع باقي الكونستانت بتاعت الهيفي اليمين وباقي الكونستانت بتاعت الهيفي الشمال مع بعض ومربطين بالتايسل الفايد بوند زي ما قادركم شايفين هنا كده. طيب ريميننج في كونستانت دومين او في بوض هيفي تشينز. مضربين في واحد في كل الانتيجن او في كل الانتيبادي عزرا لانه هو واحد بس اف سي واتنين اف اي بي او فاب. وظيفته ايه? ده او وظيفته ايه? انتر اكت وز اميون سيلز. بيمسك في الاميون سيل. انت لو عندك سكينة. يعني مففوض هنا بيمسك الانتيجن. ادي مسلا الابيتوب بتاع الانتيجن والانتيجن كبير بس هو له ابيتوب. وهنا كمان ابيتوب على الانتيجن بس نفروض ان هم يكونوا نسخة من بعض ما عليش آدها لذلك اسمه واحد شوية بس طبعا اللي لازم يكون اللي على remedy. نسخة من اللي على الشمال فاطل لو انا تمسك في الא� futur الفلانيا على اليمين تمسك في الいくつ distinguished illfelel Port after your هو هو. وتحت بتيجي تمسك مين الخلية المناعية? تيجي تمسك في sue. تادر خالية المناعية نعمل لها ينقذ كده علشان ايه beneficial. لو عندك كينة فهي لها ايد خشب وليها السلاح. اي دي السلاح بيرشأ في الانتج. وقادي اليد الخشب بتمسكها الخلية. فهذا الفاب وظيفة ان هو مع بالاضافة للكومبليمنت سيستم هندخل هشوف تفاصيله بعدين بازن الله بيجوا يمسكوا كده واحد ورد تاني علشان مجرد ما يمسكوا في كلهم كده يروحوا هاجمين على الانتجين اللي ما يمسوكه على الفاب لانه هو متسبت فيها وما يقدرش يهرب. دلوقتي لو ده وتحاول ليهرب اي اتجاه. يمين شمال فوق تحت. هيتحرك وهتتحرك مع الانتيباضي لانه رايش فيه ماسك فيه. والانتيباضي ماسك في مين? ماسك في الخلية المنعية. في الخلية المنعية بكل سهولة هتقدر انها ايه? تروح تقتل هذا الملء المايكروب اللي هو عليه انتجين او هو بكوم الانتجينز. يعني ادي المايكروب زي ما كنا شايفين في الصورة كده. ادي المايكروب فوق عليه انتجينز. الانتجينز عليها ايه? عليها ايبيتوبس. الايبيتوبس ماسكها الانتيباضي. وهو من الفي سي ماسك في ايه? ماسك في الخلية بتاعته. فوظيفة الفي سي انتراكت مع الخلية او مع الكمبليمنت سيستم علشان ياكتبيت بتاعها. وزي ما قلنا بيتند وكريستاليز. تالت جزء اللي هو اللي بيوصلهم. الهنج ريجن. سور كده. هو دوت الهنج ريجن. وظيفته انه هو يسمح بحركة الفي بشمال. نفترض مثلا ان هذه الزاوية بينها او المسافة بينها مش كده. المسافة بينها تكون اوسع شوية. حالة المسافة اوسع شوية انا محتاج زاوية اوسع بين الفي بس. طب وهتتتحرك ازاي. لازم هذا الهنج يكون لازم يكون شغال زي المفصلات كده. بيقدر يقربهم من بعض او يبعدهم عن بعض حيث ان كل واحد يقدر يمسك في انتجن في راحة. فبقى فليكس بالريجن بين الفاب والف سي. وظيفته انه يقلقوا الفاب انها تأكمودية انها هتمسك في اكتر من انتجن في نفس الوقت. طيب. بعد ذلك هنشوف في الكلاس بتاعت الاميونو او الان نباديز. بالقسمها وفقا للكنستنط دومين.конستنط دومين هي اللي لما تتغير او الهيفي تشين يعني الكنستدومين بتاعت الهيفي تشين هي اللي لما تتغير بتغير معها النوع بتاعت الان Thiباط فلاو الهيفي تشين نوعها Edge25 جاما؟ الهيفي تشين الكونستان دومين بتاعها نوع جاما يبقى الاميون resolution اي جي جي من جامع. الفا يبقى اي جي اي ميو ام ابسلون اي دلتا دي. طيب يبقى كده انا عندي خمس انواع من اي جي جي اي جي اي اي جي ام اي جي اي واي جي اي. وانا عندي الام والدي لو فاكرين كانوا هم اللي بيكونوا موجودين على الممبرين بتاع البي سل. ازبط نرجع تاني ممكن نرجع للسلايد. هين راح تلسلايد. عشان اي نفتكرها سوا. اي او بتكون موجودة على على تاع البيليمفوسايت. هما والاي جي ام والاي جي دي. طيب نرجع داني لموضانة. كمي. اه نلاحز ان كمان نوعها بيتغير. في نوعين حاجة اسمها كابا وحاجة اسمها لمضا. ولكن دول مش بيقصروا على نوع الاميونجلوبيلي. يعني كل واحد يعني ممكن يكون عليه اتنين كابا او اتنين لمضا بس ما يفعش واحدة واحدة. يعني اما دي اما دي. ولكن هو هيفضل برضو اميونجلوبيلين جامع. طيب. ولذلك ايه بتاعت هزيه الانواع والله والساب اللي جواها ممكن تكون يلا فيها النوع الواحد فيه انواع. كل هنشوف بتاعت كل بعد شوية. طيب ازاي بتتغير هزيه الكلاس؟ ازاي بتتغير هزيه انواع؟ حاجة اسمها والتسمية دي مش عندنا او يعني ولكن الفكرة بس انت تبع عارف ان هو ايزو تايبس او انواع مختلفة. تشوف الايزو تايبس المختلفة بعد شوية. اللي هي الكلاسس. اه والله هي امبلاح بيحصل بين اه بين الانواع مختلفة من ال اي جيز من الاميونجلوبيلينز. سويتشينج بين الانتي بوديز ايزو تايبس وبعض هو دوت الكلس سويتش الكمبينيشن او الايزو تايب سويتش. افتر اكتيفاشن او بيسل ابروجيني يعني سلالة بتفرز الاي جي ام وسلالة تانية بتفرز البي انواع مختلفة من الانتي بوديز. تمام؟ هو دوت باختصار اختصار منخل اختصار شديد موضوع الكلس سويتش او الايزو تايب سويتش. طيب. نكلم شوية عن الانواع الخامسة اللي الخămتاك قلت لي علياهم دول. الايزو تايبس میتتخضش من الجدول احفظه سوا بازن الله. السبتايبس بتاعت الاي جي اي 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 جي اي وان وان ونو. و indie بتاعت الاي جي جي من واحد لاربع. اي حاجة تاني عنده سبتايبس? لا يبقى لعم ده مساتby 숨ء اي اي جي اي واي جي جي. اي جي اي اي وان و اي جي اي اي ايجي اي في البلازمة. في البلود. لو جيت هشوف نسباتهم في البلازمة. او تركيزهم في البلازمة. كل ميلي جرام. يعني ميلي جرام لكل ميلي لتر. او جرام لكل لتر. تركيزوا هيبقى قد ايه? الاي جي جي. هنبدأ بيها. عشان نحفظ رقمها. ومن رقمها ليستنتج البقى. تلاتاشر ونص. تلاتاشر ونص ميلي جرام لكل ميلي لتر. باللي عليكم. تبقوش مذاكرين. حافظين. تيجو تقعوا في التمييز. طيب. او جي جي تلاتاشر ونص. شيل الواحد يديك الايه? يبقى تلاتة ونص. شيل التلاتة يديك الام. يبقى واحد ونص. شيل الواحد والتلاتة. لا انت فاش مركز. نص ايه يا فان من خمسة من ميلي. عم نشيل رحلنا التلاتة هيدي خمسة من ميلي. يبقى الاي جي اي خمسة من ميلي. تاني. او جي جي تلاتاشر ونص. شيل الواحد الثلاثة ونص الاي جي اي. شيل الثلاثة يديك الام واحد ونص. شيل الاثنين. خمسة من مية اللي هي الاي جي اي. طيب ده بالنسبة للتركيز. هنتقل بعد ذلك للفورم اللي بتكون بها. يعني يا لما يتم افراز هذا الانتي بادي. بيكون كل واحد لوحده ولا كل اتنم مع بعض ولا تلاتة اربعة ولا خمسة ولا ايه. والله الطبيعي هما يكونوا كل واحد لوحده يعني الواحده كده زي ما كنا شايفين في الصور اللي فاتت. بالمنزر دكت. تمام? الواحده. ولكن عندنا اتنين مميزين شوية. اي جي ايه ممكن يبقى واحد او اتنين او تلاتة مسكين في بعض. وهنشوف دلوقتي شكلهم. واي جي ام بيبقوا خمسة في بعض. خمسة اه. خمسة طب تقدر تحسب لي كده. نظريا الخمسة دول ممكن يمسكوا في كام انتيبودي في كام انتيجن? والله هو كل انتيبودي المفروض او كل كل نسخة من الانتيبودي المفروض ان يكون عليها اتنين فاب وكل فاب بيمسك في انتيجن يعني عشرة مظبوطة. كل اي جي ام نظريا يقدر انه يمسك في عشرة انتيجن. هو اقول نظريا لانه تعرف الانتيجن كبير فانت خيل كده انتيبودي واحد وحواليها عشرة انتيجن مسكين فيه. مش سهلة ده. ولكن نظريا ممكنة. طيب ده بالنسبة للسيكريت للسيكريشن فورم او اللي بتفرز على اساسه. طيب فين الاي جي دي? الاي جي دي مش بيفرز. يعني ايه اه رواسم كده بسيطة حاجات مش بتشوفها اصلا يعني مفيش. يقدر تقول ان هو مفيش. ولما تبص على بتاعة الانواع المختلفة اقولنا ان كل نوع ليه بتاعها. مزبوط. رهنا نرجع. اه. كل نوع كل بتاع. رهنا نشوف بتاع كل واحد. اي ده بيكون موجود في الميوكوزة. اه بيعملي في الميوكوزة في عندي. شي احنا قلنا ان السكريتز بيكون موجود في البلازمة او الميوكوزة او في التشوز. اه بس برضو ليه في الميوكوزة برضو ما فاهمتش. يكون في الميوكوزة علشان اه دي مداخل الجسم. يعني مسلا في في الانتر. اه في في الانتستنب. على سبيل المسال. ديت مدخل مداخل الجسم. الاكلة بيحصل له ابزوربشن هنا وفي يعني فيه. ممكن يجمع هنا كمية اه ملهاش عدد. فضوات لازم يكون قاعد في الميوكوزا يحميها. بيارضه ازاي? بيكون قاعد عبارة زي اشواك. يعني لو شفنا قولنا لو اعتبرنا ان ده بتاع الميوكوزا طبعا عبارة عن ايه? خلايا. تمام? ودي الناحية التانية زيها. وبرضو خلايا. تمام? وليه هكدوره كلامه كله. بس ده ايه? ده اليومين. بيكون الانتي بضي عبارة عن اشواك كده. نتق عليه طلع عليه من برا. حل? وظيفتها ان اي حاجة تيجي تروح يروح هو ايه? مستضى. يروح هو مسكها. هو دي دي وزقته. هو قاعد هنا. طيب يحمي انت بتقول ازاي? حاجة اسمها جوينينج. اه جوينينج تشي. او جي تشي. بتروح مسكها واحد. واحد من فوق واحد من تحت عادي عم. ادي واحد. وادي التاني. تحت. بكل بساطة. اه? او حتى تلاتة بتكون مسكة. تلاتة. ادي واحد التاني والتالت. اه? مفيش ايه مشكلة. اسمها شي. او يكون كل واحد لوحد. اه? ده بالنسبة للاي دي اي. يكون موجود فين? يكون موجود في الميوكوزا. الاي جي دي له وظيفة واحدة بس انه بي سيل ريسابتور. احنا لسا يلين انه هو آآ منها الاي جي دي والاي دي ام. هو مالوش وظيفة تانية غير ان هو ريسابتور على البي سيل. لو نزل مالوش اي لازمة. لو حصل لسي كريشة مالوش لازمة. علشان كده مش موجود في السيرام. علشان كده مالوش لانه هو بيكون موجود على البي سيل فقط. ما بيسيبهاش. طيب. بعد زلك الاي جي اي. الاي جي اي حاجتين يعني غالبا ما بيكونوا مرتبطين ببعض. والالرجي. ده يرجعنا لقصتنا الجميلة قصة التضحية والفداء بتاعة تلاقي ان في مكان ما في الجسم في الامعاء مسلا ان في خلينا نوسعها شوية في دودة. آآ هذه الدودة زيها زي حاجة عليها البروتينات. والبروتينات ديت عبارة عن انتجنز. خلينا بس ايه? خلي الدودة ديت لها شكل كده دي حتى. ادي دودة. لها راس كمان. طيب. آآ عليها عليها انتجنز. اي جهازة الزريف الجميل? تمام? يمسك فيها. ومن الناحية التانية النيوتروفيل. طبعا النيوتروفيل مش تقدر انها تبلعها. صح? النيوتروفيل يعني احنا متكلم عن دودة ممكن تبقى سنتيمترات وكتوصل حتى انطورها حيانا. هي مش قدر انها تبلعها. هي تروحها جاية جنبها وتروح منفجرة فيها. وتطلع فيها وتطلع عليها الانزام بتاعتها. اشتغلت عن طريق ايه? عن طريق ان الانتي بادي مسك الاتنين ببعض. طيب. ده شغل البرازايتس وهو بتشتغل برضو في الاليرجي. الحساسية هذه الاي جي اي. بعد ذلك الاي جي دي. اللي قلنا انه منها اربع انواع وديت اكبر نسبة. ديت شغل شغلها شغل شفتوا الحركة بتاعة نفس الفكرة ولكن اه هي مش مش بتنفجر فيها هي بتساعدها انها تبلعها. يعني بتيجي. احنا شفنا قبل كده. بتيجي الماكروفاج. اللي نعتبر ان دوت او دوت الحاجة الغريبة. نعمل نعملها غبانة كده. ودي الخلية المنعية بتاعتنا. تمام? عايزة ايه? عايزة تبلعها. انا برسم بالماوس فياني ايه? سامحوني يا اصدقائي. واقعها كبير كده. يجي الانتي بادي. يمسك فيها ويمسك في هذا الانتجن. فتقدر تقدر انها ايه? تيجي وتبلعها بكل سهولة. حال? ليه? لانه هم مربوطين ببعض. الفايب ماسك في الانتجن او ماسك في الانتجن اللي على المايكروب. والافي سي ماسك في مين? ماسك في الاميون سيل. طيب. كلمية جدا. شغلها شغل بالاضافة لل هو بيثبت او بيمسك في الخلايا وكذلك زي ما شفنا شغل الافي سي ممكن يمسك في واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع. يجيوا يشتغلوا ايه? ويدمروا. هم طبعا بيمسك مش عارف اما تسعة او عشرة بالتلاف المصادر يعني. الموضوع احنا هنشوفه قدام بالتفصيل بازن الله. تمام? فممكن تشتغل مع او تشتغل مع او في وهي الفكرة واحدة هو عايز يثبت المايكروب او على الحاجة اللي هتدمره علشان ما يقدرش انه هو يهرب. تالت وظيفة لل الاي جي جي. الاي جي جي بيبع انها انواعها كتير فهي وظيفها كتير. انواعها كتير لازبيتها كبيرة وظيفها كتيرة. اي جي جي. طيب. تشتغل في ايه كمان? نفس فكرة التسبيت. بس هنا مش مكروفات. ولا هي كومليمت. هي ناتشرال كيلر. ييجي يمسك في الناتشرال كيلر من فوق. وناتشرال كيلر تيجي تقتل هذا المايكروب عن طريق الانتي بادي ديبندنت سييولار سييتوتوكسيسيتي. لو فاكرين من المحاضرة الاولى في اليوميينيتي او المحاضرة التانية في في المنهج. انا اعتبر ان هي المحاضرة الاولى ودي المحاضرة التالتة وخلاص. اه كنا شفنا ان الناتشرال كيلر ممكن تشتغل عن طريق الانتيجين ديبندنت سيولار سييتوتوكسيسيتي وهي ديت ان الانتي بادي يسبت في المايكروب فتيجي تقول له بطاقتك بتاعك لو سمحت. يقول لها معيش. فتروحها جاية وترمي عليه البرفورين وترمي عليه الجرانيوزايمز. فالبرفورين يعمل فيه في الميمبرين او في السيلوول ايان كانوا عبارة عن ايه تخرموه من برا. الجرانيوزايمز تدخل تدمروه. انجو. طيب جميل جدا. طبعا ده بالنسبة لمين? بالنسبة للخلايا. وبتشتغل شغلها على الخلايا مش بيبقى على المايكروبس. شغلك على المايكروبس مع او في انما احنا هنا بالنسبة للسامحوني لو كنت قلت هي بتشتغل على ايه? على اخر نوع اللي هو قلنا خمس. اللي هو خمس اطراف وهنشوف اه اشكال المونمر والدايمر والترايمر والبنت امير دلوقتي باذن الله. بس نشوف بس الفانكشنز. الاي دي ام زي الاي دي بيشتغل بيس الريسبتر ولكن هو كمان بيفرز في الدم ويشتغل مع بنفس شغل الاي دي. على زلك احنا بنشوفه في الدم اه على صلوب بنت امير. بيكون في السيرم واحد اه ونص ميلي جرام لكل ميلي لتر. طيب. ده كان بالنسبة للجدول بتاعنا. طبعا لازم نحفظه. ادي الاي دي بيكون نص بيكون مونمر بس اي جي اي اي جي دي كلهم مونمر اي جي اي زي ما شفنا اه تلات اشكال ممكن يشتغل مونمر ممكن يكون دايمر ممكن يكون ترايمر. الاي جي اما بقى هو اللي كبير جدا. خمسة. واي دي اللي قلنا عليها اللي هي ممكن تكون اللي هي بتمسك الاتنين في بعض او تمسك التالتة في بعض او تمسك حتى الخمسة في بعض. بتتعلقوا منها كده على النسيج او في الخلية اللي هي عايزة تيجي تهاجم او في اين يكن. بيتشعلقوا هنا كده في والفابز الكتير ديت العشرة فابز دول يبدأوا ان هما ايه? يستعدوا. طيب الحمد لله خلصنا من. شوف بقى حاجة جميلة جدا 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 في تطبيقاتهم واستخدامتهم. ايه الموضوع? والله في حاجة اسمها مونو كلونل انتيبوديز. مونو يعني اوحادي كلونل يعني نسخ نسخ اوحادي. ايش فاهم? اه انت بتعمل مساختية من حاجة واحدة? بس. ايه ايدينتكيل مونو سبيسيفك انتيبوديز. مفروض دي اي جيز. سوري. اي جيز مش اي جيز. اي جيز يعني اي جيز يعني اي جيز يعني اميونو جلوبيلينز. مونو سبيسيفك اميونو جلوبيلينز خلايا كلها من نفس النوع. ايش معنى? اصل كلها من نفس الخلية الام. خلية ام واحدة. عمل لها كتير 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 كتير. وهنشوف دلوقتي ازاي? عملت لنا خلايا كتير من نفس النوع. وكلهم بيعملوا نفس الاميونو جلوبيلين. كلهم بيعملوا نفس الانتيبودي. اللي بيكون مخصص لانتج واحد بس. طيب ليه ما تاخدش الانتيبوديز من البلد وخلاص? يعني مسلا مسلا مسلا. انت عايز تعمل اه انتيبوديز للكورونا. وتروح جاي حاطت جايب عينة كورونا كده. وتروح حقنها في فار او في ارنب. وتيجي تاخد بعد ما الارنب يتعافى. تيجي تاخد عينة من البلد بتاعه. هتلاقي فيه الانتيبوديز وخلاص. لك والله الانتيبوديز اللي بيكون في البلد. دي بتكون مش مونو كلونل. بيكون انا لو جيت اخدت من الدم مش هياخد ده بس. انا هاخد كل الفاردة او الارنب ده وتعملها لكل اللي مرت عليه في حياته. فانا مش هيبقى مش هتبقى الانتيبوديز اللي انا عايز دوت. لو واحده كده بيور لأ هيكون كل الانتيبوديز خليط ميكس كده من الانتيبوديز اللي موجودة في البلد. لأ انا عايز حاجة تكون صفية الانتيبوديز اللي انا محتاجها فقط. طيب هتعملها ازاي? اتطرف ازاي? اي عالم طبيب ارجنتيني. كان عايش في بريطانيا. قال لهم انا لقيت الحل. شب كده صغير في مقتبل العمر. متحمس. اه قال لهم انا هجيب لكم الحل. هتعمل اي عام? قل لك والله هي بسيطة. عام طريق. عن طريق ما يدعى بالهايبريدومة. ايه موضوع الهايبريدومة بتاعك ده? قل لك والله هي انا هجيب فار. او قال لب انا مش تفق. فار. وهحقنو بالانتيبوديز. لهم احنا عملنا كده. اللي هم بالراح انتو رحتوا على البلد بتاعه واخدتو الانتيبوديز على دول. انا مش هعمل كده. انا هروح للحاجة اللي جابتلي الانتيبوديز. هروح للبي لينفوسايتز. هروح للبي سيلز. هتجيبها منين يعني. والله هي هاتبح الفار واروح جايب الليسبيلين بتاعه. هجيب الليسبيلين. وهاخد هسحب منه البي سيلز بتاعته. ماشي وبعد ايه? هتخد هتحفزها العارفين هتحفزها انها هتعمل بس مش هتجيب لك عدد. ده هو كلها خمس ايام والبي سيل هتموت. هتعمل لك كم بلازمة سيل يعني وكم بلازمة سيل هيعملوا لك كم باشي هتعمل حاجة. قال لهم صبركوا علي. مش انتو عايزين حاجة خلية تكون عمرها طويل. وتكون بتعمل القسام بصورة غير طبيعية وبتكون مبروتينيات كتير جدا جدا. قالوا له اه. قال لهم ومين بيعمل كده احسن من خلايا التيومر. انا هجيب هذه البيلينفوسايت. وادمجها مع خلية ماليجنانت. خلية سرطانية. سرطان من النخاع ميلومة. فهو سرطان مخاع العظام. فهم علشان شبه بعض. دي من النخاع ودي من النخاع. بس ديت سرطانية. فايه مشكلتي مع الخلايا السرطانية? مشكلتي رحيدة معها انها بتنقسم بجنون. خرجع عن السيطرة. انا ممكن استفيد من الموضوع ده. وبدل ما اتضرب به. انا هروح واخدها انفترو بره الجسم. واعمل فيوجين بين الاتنين. يتحدوا مع بعض. ايه ده هو ممكن? او عندنا حاجة اسمها بتساعد على موضوع ده. حاجة اسمها البولي اثايلينج لايكول. البيج. ده كنا شوفناه في الفرماكولوجي لو تفتكرون. اه هذا البولي اثايلينج لايكول بيساعد على انه هم يتدوجوا مع بعض. او عم تلقي بعض الفيروس برضه ممكن تساعد على اندماج خليدي. فمبروك بقى عندي بيليمفوسايت. ماليجنانت. يعني بتفرز بجنود. بتنقسم بجنود. وعمرها طويل جدا. وهو دوت المطلق. هذه الهايبريدز. هذه الخلايا المهجنة. هو ده معنى هايبريد. واومة. يعني ماس. يعني تيومر. يعني سلطانية. يعني مجنونة. هي دي فكرة الهايبريد اومة. هذه الهايبريدز بيحبطها في ميديا. وعلشان تنمو. والخلايا بس اللي هتقدر انها تنقسم ويحصل فيها هازا. هي اللي هتسيرفايف. عزران. عدد كبير جدا 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 من المونوكلونال انتيبوديز. اصدارا او او اي 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 بيز. اه اتصار مرة كمان بسريعة. هنحقن الفارب الانتجن. ونطلع من البلازما سيلز من الاسبيلين بتاعه. نجيب خلايا تيور تيومو سيلز. ونعمل فيو جنبيني اللي. يديني هايبريد اوما سيلز. هزيه هايبريد اوما سيلز عمرها طويل بتنقص كتير. هتطلع لي مونو كلونال انتي باديس. طيب حلو جدا جدا الموضوع ده. استخدمه ايه بقى? عم على رأيي دكتور نجار. قلها مش هتستخدمها في ايه? ده انت هتستخدمها في كل حاجة هزي المونو كلونال الانتي باديس. الابليكيشنز زي ايديديفيكيشن افينو تايبيك ماركرز. ده انت حتى الحاجة اللي في جسمك نفسها تقدر انك تقدر انك تحددها. ازاي? اهو انت الانتي بادي دوت انت مش رازي تستخدمه في المناعة بس. الانتي بادي دوت انت ممكن تستخدمه انك تحط عليه. حاجة تنور. مجرد ما هو يمسك في حاجة من الفاب. مش لازم يكون اللي على يكون حاجة عايزة تقتل. يكون حاجة بتنور مجرد ما يمسك تنور. فانت تشتغل تعمل لحاجات معينة. زي الماركرز زي على وغيرها. تقدر تدور وتحدد كل انواع الخلايا وتدور عليها في الجسم. انت عايز تبحس مسلا عن تشوف نسبتها في الجسم. يعني ما تسألناش. ما تسألناش. انعرفنا النسب دي ازاي? النسب بتاعت بين راح الجدول. هزيه النسب. وهزي جبناها ازاي? بحاجة شبيهة كده. بالضرور نفس الطريقة فيه طرق كتير. بس بيه طريقة فعالة جدا جدا جدا. بانك تدور على الخلايا. عن طريق. عن طريق الكلاسترس اف ديفرانشييشن. السي دي ايت والسي دي فور والسي دي ثري والسي دي سكستين. سي دي ناينتين. سي دي توني ون. دول اللي عندنا من اللينفوسيقس. تاني حاجة في الاميونو دياجنوزز. شخص بقى امرض راحتك. عايز تدور على بكتيريا. بتاعتها موجودة. عايز تدور على فيروسز بتعمل بروتينات معينة بتطلع على سطح الخلية على تقدر تجيبها. تقدر تنتقدر عليها بالانتيبوديز. كل انواع ديزيز. انفكشنز وسيستيمك. عن طريق المونوكلون الانتيبوديز. تقدر ان انت تدور عليها هذه الانتيبوديز. كذلك التيومورز. كماني الخلايا السرطانية اللي هي حتى ممكن تكون من الجسم نفسه. تقدر عن طريق المونوكلون الانتيبوديز او امينوغلبيولينز. نفس الاتنين نفس الحاجة. ابنوغلبيولين نفس معنى انتيبودي. تقدر تستخدمهم في عن طريق الامجينج تكنيكس. ازاي? انا مشتبه ان الراجل ده عنده آآ كانسر في الليبر. آآ طيب. انا عايز مسلا اشوف ازا كان هذا الكنسر انتشر في كل جسمه ولا لا. عايز اشوف موجود في هو اصلا موجود في فيه كانسر في الليبر ولا لا. بسيطة. حط الحط الانتيبودي اللي بيمسك فيه خلايا الكنسر بتاع الليبر. اللي هو الهيماتومة. وحطها اعملها وحط عليها حاجة اه بتشاع في الاكس ريي مسلا او في اي ان كانت الامجينج تكنيك اللي انت تستخدمها. بس يكون حاجة بتنور في هذه التكنيك في الاكس ريي مسلا. حاجة بتشاع في الاكس ريي. اه وحطها في البلد. حطها في الوريد. تروح ترايحة للقلب. يضخها في كل الجسم. فتنتشر هذه الانتيبودي سمعها. هذه المادة المشعة اللي مستنية بس انها تمسك خلية تيومر عشان تبدأ تصوت وتنور في الاكس ريي. فمنجرد ما هي تمسك في اي خلية خلية كانسر 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 ليبر. هتبدأ انها تشاع في هذا الاكس ريي وتعرف اذا كان هذا التيومر موجود ولا لأ وانتشر ولا لأ. وموجود فيه. طيب. اه كزلك في الثرابي. ازاي بقى تفهمني. انت نسيت. انسيت وظيفتك. انسيت شغلك. انت انتي بادي يا فاند. هو اصلا هو تقريبا كده على عشان حعملين نسي قدمه في وعملين نحط عليه حاجات بتنور. هو نيس ان هو بيقتل. انت ممكن مسلا مسلا بتزرع اه كليا لوحد. اه تلاقي بقى ناتشل الكلير اه صحي الصبح كده. طب ما تيجوا نروح نسلم على الكيلة الجديدة وانبارك لها. اي روحوا يبص عليها يلاقوها من جسم مختلف. الاما يشتيج لسوان مختلف. اي روحوا مدي ينهى على دماغها. طب والحل. بسيطة. خبط المناعة. وقف المناعة. ايه ده هو ينفع? اه. تعال حط انتي سيني ثري. مسلا هو انت مشكلتك مع مين? مشكلتي مع تي هيلبر يا عم تي هيلبر هي اللي بتشغل مناعة اقتلها. صحيح? اه اقتلها. خطلها انتي بدي. يهاجم هذه علشان تتعمل سبريشن للاميون ريسبونز وتعمل بريفنشن منع للجراكت ريجيكشن يعني مهاجمة العضو المزروح. وبكده تبقى انت قدرت ان انت تتحافظ على العضو المزروح ده. طب وبعدين يا محمد ما هو كده انت المناعة. عيد. وانتهى بعد شهر شهر ونصف خلاص هتلاقي ان خلايا هذه هي الكليا الجديدة. كلها الجددت. وده بدأ يصنع خلايا جديدة ليها. يعني انجل الخلايا بتموت وبيتصنع خلايا جديدة. طب الخلايا الجديدة اللي بتتصنع على الامي انشي كلاس بتاع مين? بتاع البيشنت نفسه. طب بعد شهر شهر ونصف هتلاقي ان هو حرفيا بقى عنده كليا مختلفة تماما كلها على بعضها كل خلاياها بتاعته. وبكده هتلاقي انه خلاص بقى مش محتاجة ان انت تحط وتقدر ان انت تسيب تخرج من مخابئها وتخرج من من تخرج للبلازمة تاني عادي بعد ما كنت انت منظف البلازمة منها. وتقدر تتعامل عادي وتعدي على على الكيدني وتسلم عليها وتلاقيها خلية عادية جدا من خلية الجسم. وما تقدرش انها ترفضها. بس كده. هنا تكون محضرة انتهت. اتمنى انكم تكونوا استفدتم واستمتعتم وما تنسوش من دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.